هنروح دلوقتي لزاهرة الحقيقة منتشرة الفترة اللي فاتت هي عبارة عن رسالة بتروح للاشخاص يعني اسم اسم بتروح للاشخاص بتقول انه تم ايقاف الحساب البنكي الخاص بيك وفيه كمان رسالة اخرى مبروك تم اختيار رقمك وكسبت 5000 جنيه للأسف فيه ناس بتصدق الكلام ده وبيتواصلوا بشكل فوري مع الرقم اللي بعت الرسالة دي وفيه كمان يعني اللي مش بيهتم قوي عشان عارف ان دي كلها عمليات نصب لكن خلينا نقول ان المجموعة الاولى اللي بتصدق الرسال دي يا شازلي للأسف بتبعت كمان معلومات خاصة جدا بحسابتهم البنكية او حتى بتديهم معلومات يعني عن طريقها بيقدر ان هم يسرقوا حسابتهم الشخصية صحيح لكن السؤال اهم هل بمجرد الرد على هذه المحاولات للسرقة خلاص هو بيعتبر اختراق للحساب ولا لأ عشان برضو نفهم تفاصيل اكتر للطرق النصب الالكتروني المختلفة ازاي نتجنب الوقوع فيها كل هذه التفاصيل هيجاوب عليها دلوقتي الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات يا دكتور صباح الخير عليك يا صباح الخير علي حضراتكم مشاهدين حضراتكم الكرام يا اهلا بحضرتك طبعا ما فيش حد في مصر تقريبا ما جاتلوش الرسالة بتاعت تم ايقاف حسابك البنكي والاستعادة الحساب مرة اخرى اتصل بنا على رقم ما عرفش ايه وبيكون فيها اخطاء املاقية كتير اول يعني حتى حاجة من رقم دي اول حاجة رقم عادي كده وفي نفس الوقت اخطاء املاقية لكن على جانب اخر في بعض الناس بتقع في مثل هذه المحاولات للنصب ايه اكتر المحاولات المنتشرة وازاي نتجنب الوقوع فيها اولا شكرا على السؤال وشكرا على فكرة التوعية حقيقة بامن المعلومات وخصوصا فيما يتعلق بالمعاملات البنكية خصوصا احنا النهاردة بنعتمد على المعاملات البنكية اذا كان عن طريق الانترنت او عن طريق التطبيقات فمهم جدا حقيقة ان احنا نوعي الناس بهذا الاتجاه الوسائل كتيرة جدا ولن تتوقف هي حقد الصد الاول والاخير هو وعي واحنا بنشوف النهاردة حتى في حاملات اعلانية من البنوك المصرية لعدم الوقوع في ظهرة التصايد والمتصايد ده بيستغل عدم ادراك الناحة التانية وبالتالي بيبعثوا رسالة تبدو انها رسالة سليمة وبعض الاحيان بيستخدموا ارقام غريبة وساعات بيتكون حتى الاسم العنوان انه هو حاجة شبيهة باسم البنك فلو انا ما عنديش الوعي الكافي بتبرع بالمعلومة تبرعت بالمعلومة خلاص انتهت معلومة ولا مجرد الرد لا المعلومة المعلومة انه هو في الاخر الرد هم مش هيعرف رقم حسابي ولا يعرف الارقام التلاتة الموجودة في ظهر البطاقة لكن ما قدرش يختارك التليفون مثلا من خلال الرد صعبة جدا صعبة يعني الموضوع دو عاوز يعني اعلى من واحد متصيد الكتروني او هاكر مستوى زكاء اعلى شوية مستوى زكاء وامكانات مختلفة وبالتالي انا قدام ظاهرة هي جديدة وموجودة وموجودة في العالم كله احيانا انما لو احنا بصينا حتى هل ده هيمنع ان احنا نتعامل بالوسائل الامانة على الانترنت للمدفوعات لا حجم المدفوعات الالكترونية في العالم 105 مليار دولار في السنة بزيد 17 في المية التجارة الالكترونية وصلت نهاردة 36 من 10 تريليون دولار يعني تقريبا 4 في المية من ناتج القوم العالم وبتزيد برضو في حدود 18-19 في المية كل سنة انما هو فيه جانب اخر للتكنولوجيا محتاجين ان احنا لازم نبصله وهي فكرة التصايد والتصايد دي ظاهرة هي مقلخة للعالم كله طبيعا كلما التكنولوجيا بتتقدم فاندم لازم برضو اساليب الاحتيال والنصب بتتقدم معاها ده تطور طبيعي للشر في العصر الرقمي حقيقي صحيح طب ده بالنسبة يمكن للرسائل المتعلقة بتجديد البيانات او تحديث البيانات او المتعلقة بالحسابات البنكية لكن في رسائل اخرى بتبقى مبروك تم اختيار رقمك لا استلام مبلغ ايا كان المبلغ فيه ناس للأسف بتقع في المشكلة دي ولكن يمكن من خلال الرسائل المتعلقة بالحسابات البنكية بيقى فيه معلومات لكن ايه الضرر اللي ممكن يقع بسبب الرسائل دي؟ الضرر ده وهي كانت ابتدت القصة دي حقيقة من ايام الايميل كمان ما قبل موضوع انتشار الاسم اس او وسائل التواصل الاجتماعي ان انا ببعت الرسالة دي الناس بتفرح بتبدأ تتصل يقولوا طبعا معلش فيه مبلغ اداري لازم يتحول لي فبيتم التحويل لهذا الحساب وبيتم طبعا اكتشاف ان الكلام دوت غير حقيقي وفي الاخر برضو هي هارجع واقول تاني يا جماعة مفيش حد بيعمل الكلام دوت بهذه النوعية من الوسائل يا جماعة خلوا بالكم من المفهوم اللي هو الاستدراك الى فخ حقيقة كبير جدا ولا حد هديك فلوس ولا انت رقم اتكسب الكلام ده مش موجود فخلوا بالكم هو برضو بالمنطق يعني هل انت شاركت في مسابقة مثلا ولا حاجة عشان تبتد تتوقع ان رقم اكيك غالبا ما ببقلش الشارك هو بيجي متخال ان فيه فلوس هتجيله هتحبط عليه من السماء وفي الاخر بعض الناس الضعيفة هو بيستغل دايما يعني النوع ده من انواع النصب عمتان او النصب عمتان هو بيستغل ضعف النفس اللي قدامه وبيستغل ان فيه نوع من انواع الجشع فهو الانسان حقيقة هو اللي بيقع في هذا الخطأ وبيدافع جشع بدافع عدم خبرة طيب مكسب السهل يعني السهل طبعا وبالتالي هو بيتعرض لضرر هو مش متخيله حقيقة لكن الموضوع اعتقد ان التوعية هي الاساس فيه التوعية حاجر اساس حقيقة في كل التعامل في العالم الافتراضي حقيقة هو عالم واقت جدا ولا بديل عنه خلاص ان احنا في مرحلة القرن الواحد وعشرين المعتمدين على تكنوجيا المعلومات في كل حاجة في حياتنا وبالتالي فيه اكيد طبعا تطور للأساليب انما هي الفكرة هي هي الاسلوب هو اللي بيختلف هو النصاب او الهاكر او المخترق او المتصيد هو كان بيستخدم وسائل تقليد ده النهاردة بيستخدم وسائل الالكترونية فالموضوع هو في الاساس واحد ولا بنك هيكلمك يقولك ديني الارقام بتاعتك من الارقام بتاعتك موجود عند البنك مؤمنة جدا ولا هيقول لي حدث لي الحساب عن طريق واحد بيتكلم طب انا ارفع صمات التليفون اكلم الكول سنتر بتاعتك او مركز الاتصال للبنك اقول له حضرتك طلبتوا حاجة لتحديث الحساب اذا كان البنك نفسه انا باتصب بالكول سنتر بيقول لي ما تديش بياناتك لأي حد حتى للبنك لو تحديث الحسابات لازم حضرتك تروح للفرح في تلت دقايق بتحط لتحديث البيانات بتاعتك ففي وسائل حقيقة سهلة وبسيطة احنا بادينا اللي بنتبرع بمعلوماتنا وبحتالي بضرر كبير جدا وعشان كده انا عايز اقول بقى نقطة مهمة جدا في الموضوع ده كل الارقام اللي بتجلنا منها رسال بالمناسبة بقت مسجلة في شركات الاتصالات لفترة كده كان فيه قرار من الدولة ان كل شركات الاتصالات تسجل الخط لازم يكون خط مسجل لانه الفترة اللي كانت في 2010-2011 كانت الارقام اللي موجودة كلها غير مسجلة وكان الخط بيباع الرسيف بخمسة جنيه وكان الخط مش معروف مين هو صاحب هذا الخط لكن كان فيه شروط كمان معقدة شوية في تسجيل الخط يجيب اسم الجد من ناحية الام عشان يتأكد بالفعل ان الخط ده بتاع الشخص ده فانت لما تجيلك رسالة مثلا بيقولك انت فزت بمعرفش ايه محتاجين نعد البيانات خد الرقم ده واطلع بيه على طول على ما بحث الاتصالات لان ده واجب عليك انت بتحمي نفسك وبتحمي الناس كمان يقدر يبلغ كمان مرفق تنظيم الاتصالات هيوصلوله بسهولة يعني طبعا الخطوط دي بتتقفل في لحظتها المشكلة ان كان فيه وقت من القوات قبل تدخل المرفق في هذا الموضوع وانتها الحسمة هيقف الفترة اللي هي بتاعت 2011 الى 2014 في الفترة اللي احنا شفناها كلها ان كان بيتم يعني نوع من انواع التسجيل للخطوط بأي اسم بأي بطاقة وبالتالي انا حقيقة من الحاجات المهمة جدا ان اللي بقولها من خلال حضراتكم ان لازم حضرتك مع شركة الاتصالات الخاصة بيك تتأكد ان الخط بتاعك هو مسجل باسمك برقم كل قوم الكامل وما فيش خطوط مسجلة اخرى باسمك وحتى مرفق تنظيم الاتصالات عامل الخدمة دي ان حضرتك من خلال التطبيق بتاع المرفق او الاتصال بيهم بتعرف فعل فيه خطوط مسجلة باسمك ان جايز ان حد تستخدم بطاقتك لأي سبب من الاسباب لو لقيت حاجة كده طالب ان انت تقفل هذه الخطوط ان هي شيء في منطقة الخطورة ممكن تستخدم في عمليات الاحتيال ممكن تستخدم في عنصب باسمك واختر من كده بكتير حقيقة فلازم المهمة جدا ان انت تتأكد ان انت الشخص اللي تمتلك هذا الخط مفيش خطوط اخرى باسمك علشان ان انت هكده هتبقى تحت طائلة القانون وانت مش عارف طيب دكتور زي ما حد كنت تتكلم انه الاقتصاد الرقمي بيكبر كل يوم عن اللي قابله في العالم كله ومن ضمن يمكن اماكن التسوق بشكل او اخر هي منصات التوصل الاجتماعي وتحديد من الماركت بلايس او اماكن التسوق في هذه المنصات يعني هل هذه المنصات امنة للتعامل عليها او التداول عليها او الشراء من خلالها ولا لأ لانه احيانا في ناس جربت وبالفعل تم سرقة بياناتها او بيانات الكارت الخاص بيها او حسابها وبتلاقي رسائل جاية بخاصة مبالغ مالية مش بسيطة منها برضو هرجع تاني للمفهوم المحاكاة بين الواقع الحقيق والواقع الافتراطي في منصات الخاصة بالتصور الالكتروني هذه كانت منصات العالمية او المنصات المحلية ودي مؤمنة جدا انما لو انا بنشئ صفحة على السوشال ميديا على الفيسبوك او انسجرام وببيع فيها منطق وانا برضو كمشتري بتبرع ببياناتي البنكية من خلال الصفحة دي او من خلال حتى التواصل المباشر مع احد عشان ياخد اجراء بنكي علشان ياخد يعمل نوع من انواع المعاملات على الكارت الخاص بي فانا برضو انا اللي بتبرع حقيقة بالمعلومة بس احيانا بتبقى منصات موصوقة بالمناسبة منصات موصوقة من الصعب جدا نختراقها ان المنصات الكبيرة عندها معيار الثقة الرقمي حقيقة ده معيار رأس مالها وحب نتكلم في شركات النهاردة قيمتها السوقية تصل الى اتنين واثنين ومص تريليون دولار حجم اعماله بنتكلم في حوالي خمسمائة وخمسين مليار دولار في السنة ارقام كبيرة جدا وبالتالي هي هذه الشركات رأس المالها الحقيقي ان هو لو فقدت هز المعامل السق الرقمي ده هي مئات المليارات من الدولارات معرضة للزهاب الى بلا راجع حقيقة وبالتالي هي المشكلة بتيجي من بتيجي من في بعض برضو التصايد ان بيجي لي ايه من يبدو ان هو جاي من المنصة الكبيرة وببدأ اخش برضو بمفهوم تحديث البيانات وهم المتصايدين حقيقة شطار جدا هو بيعمل منصة شبيهة تماما للمنصة الحققية وبيبدأ يخش يستدرجك علشان تحط البيانات وبالتالي بيتم سر انما وقع الامر هو جاي من احد الهاكرز او المتصايدين الالترونيين بالشكل يبلغ تماما لو انا ما خدش بالي اللحظة وكلنا مقل معرضين للخطأ ده على فكرة ودي بتحصل في مثلا التأشيرات اونلاين بيبلغ وانت بتخش على محرك البحث بيقولك سفارة كذا انا عوصة تأشير اونلاين سفارة كذا ودي حصلت شخصية معايا ولدرجة ان انا شكيت وبعدين بيبص هل الموقع دو مرتبط بالمواقع التواصل الاجتماعي ومرتبط بالمواقع الرسمي اللي خارجيتها زي الدولة اكتشفت قبل ما حطت البيانات ان لا الكلام دو هو نوع من انواع التصايد ولما كلمت السفارة قد دوني مواقع تانية خالص سماما فكلنا معرضين فعشكا لازم كلنا ناخد بالنا فتخيل بقى من الناس اللي ما بتسألش في منطقة الخطورة هي لازم ناخد بالنا ليه؟ ان العنوان اللي جاي من الرسالة يبدو تماما ان هو جاي من المنصة الكبيرة شكل الايميل شكله هو نفس الايميلات نوعية الايميلات لما بخش على الصفحة هو شكل الصفحة الحقيقية فإنما هللاقي ان العنوان فوق متغاية هللاقي ان الايميل حقيق لو بصيت فيه بتركيز هللاقي ان هو ايميل لا يرتبط بصلة فيه حرف الزيادة شكال لازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا فيه الضغط على اللينكات اللي جايالي اذا كان عن طريق الواتساب جايالي عن طريق الاسم اس جايالي عن طريق ايميل في منطقة الخطورة حقيقة اللينك ده بقى اللي ممكن يعمل اختراق للتليفون ممكن يعمل هو هياخد دايما هم هدفهم مش اختراق تليفوني ان احنا بنكلم عشان البيانات اللي فيه البيانات زائد المعلومات البنكية هو يهمهم المعلومات البنكية ان الموضوع ده حتى لو هو عمل ارقام زغيرة على عداد كبيرة بيعملوا ارقام كبيرة جد فهو هو عاوز يسرق حاجة بعشرين دولار تلاتين دولار هو مش هعمل معاملة بخمسة الاف دولار انما هيعمل حاجة بعشرين دولار فانت ممكن حتى لما تطلق الرسالة متاخدش بالك منها ان الرقم مثلا صغير او ان هو الرقم دوت انا مش فاكر عملته ولا لا فمهم جدا حتى لما بيجيلي معاملة غير مشروعة من البنك بقى بتاعي بجد اني بيقول لي فيه حصل كذا كذا ارفع صماعي التليفون وقف الكرت بتاعك اعمل كيس على الموضوع دوت وده مهم جدا انه حصلتنا كلنا وعمتا البنوك والمؤسسات البنكية والشركات الدولية المزهرة للنوعية دي من الكروت بتاخد اجراء وبترجع لك الفلوس في اغلب يعني يمكن ب99% من الحالات صحيح طبعا احنا بنشكر حضرات جزيل شكر دكتور محمد عزيزي مستشاري التحول الرقبي وتكنولوجيا المعلومات يعني اتمنى ان الناس تاخد بالها يا فندم يا رب الوعي فالوعي فالوعي شكرا جزيلا يا فندم كل شكرا لحضراتكم يا فندم